ملخص الأعمال التلفازية المغربيات العام كاملين نخدمون بمنطقة صدفة خير من ألف مئات وبدأون مسلسل بنات الحديد لمنطقة الأسماء هو أكثر مسلسل في ممتلين حرايفية وقد يحطون أدوارهم مزيان وفي هذه النقطة نظر أن المسلسل كان مزيان هو لكن النقطة التي لا تريد أن تفهم ليه هو أنه فين ما كانوا شيجوش ديال الناس كيهدرو يفلا فيراي أو فيلا أو في أي بلاسة في المسلسل ضروري الحوار ديالهم كيسمع الشخص التالج صدفة وهو من الصدفة أيضا أن هذا الشخص بالتبت هو الذي لا يريد أن يسمعه ديال الناس وهذا النقطة في المسلسل تعاودك ماشي مرة ماشي جوج وماشي تلاجع هنا كيش بيهل استسهال في الخدمة والسليخ ديال المنطقة بكل ما كيش حمل الكلمة من معنى حانت كان هضروف بلايس للمساحة ديالهم كبيرة في حالة فيراي أو الفيلا اللي كنتظن أنه بسكات اللي فيها دبانة إلى جاج غادي تسمع ومع ذلك هذا الشخص التالج كيجي وكيسمع ويمشي في حاله بلا ما يردت ليش واحد البال ولكن هذا الشي اللي كان في بنات الحديد أراها من نواور إلا قارناها بجوجوجو اللي مشوا بعيد في الصدفة وحرفيا كتخي المدينة في حالكازا فيها شارع واحد وثلاثة ديال بطيور صلاش فيلاج هذا العام كل شي صور في فيلا ولا فيراي لدرجة أنه شخصية طلقت مع الأخرى مئة مرة صدفة وخهمة أصلا بناتهم فوارق كبيرة بحيش أنه واحد صلاش وحدة فقيرة والآخر لا بسعلي فمن سابع المستحيلات توقع عضل قضية والمشكل الكبير هو أنه فيجو فيلاج وشارع الأب الذي طلب والولد النهار ومع طال وهو يدور في نفس البلايس الذي يطلب فيهم به وهو ما يحتماليش أنه يتلقعوا صدفة كبيرة موقعات يقولون سبحان الله فعامة المسلسلات في رمضان بحسب النقاط المتسوى ديالهم كان ضعيف على العملية وكان فيهم بزاف ديال السسال والسبب فاتشي أنه كل مسلسل جايب شخصياش بزار وبغوا يهضروا في كل شي ومواضيع كبيرة ففلالاخر ستقوم يهضروا لحتى موضوع واحد منهم مجد وملكاش كبر عليك الشغل وكالطلاقة مع قلة الموهبة فالعادي الحل اللي غادي يكون هو صدفة خير من ألف مئات